موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطلبات طلاب الصف الأول الأعداد احنا خلصنا الوحدة الأولى في التاريخ وهي كانت طبعا الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة عرفنا أشهر منه كل مرحلة من المراحل دي وعرفنا إيه سبب الضعف وعرفنا إيه سبب القوة وإيه شهر كل دولة منه هنبدأ في وحدة جديدة وهي بعنوان من روائع حضارتنا هنبدأ بقى نعرف الحياة الفرعونية أو حياة المناصر القديم كانت عايشة إزاي سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الديني ده في الترمي الأول في الترمي التالي هنعرف الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية هنبدأ أول درس في الوحدة بتاعتنا النهاردة وهو بعنوان الحياة السياسية طبعا أعرف إيه في الحياة السياسية أهم حاجة أعرف يعني إيه حياة سياسية حياة سياسية يعني نظام الحكم والإدارة اللي كان موجود في الفترة دي يعني مين اللي كان بيحكم مين اللي كان تحت الملك او الفرعوني كان في المرتبة الاولى كان ايه مهم كل طبقة فيهم يبقى ما المقصود بالحياة السياسية هي عبارة عن نظام الحكم السياسي الذي كان يوجد في الدولة الحكم والادارة طب قبل برضو معرف الحياة السياسية والحضارات بتاعتنا والكلام ده انا عايز اعرف ايه هي العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة العريقة دي اللي هيطلق عليها الحضارة المصرية القديمة لازم اعرف ان انا عندي بعض الموارد والاشياء الطبيعية اللي ساعدت على ان حضارتنا بتاعتنا او الحضارة المصرية القديمة دي تبقى من اشهر الحضارات على مستوى العالم طبعا احنا عارفين ان الحضارة بتاعتنا بتمتلك نهر النيل اللي ساعدنا طبعا على الانتقال من مكان الى اخر الموقع المتميز المناخ المعتدل غير كمان الانسان المحب لوطنه هنعرف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي هنشوف ان اول حاجة من العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة هو نهر النيل نهر النيل اللي كان بالنسبة لنا مصدر للخير لو نفتكر كده في البداية خالص الانسان المصر القديم كان بيعتمد على التنقل لما وجد نهر النيل بدأ يستقر بجوار نهر النيل وبدأ يعرف الزراعة من الزراعة بدأ يتطور للصناعة من الصناعة بدأ يتطور الى التجارة يبقى من اول العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة هو نهر النيل انه هو مصدر للخير لمصر الذي ساعد في زراعة الارض وتعميرها نمرة واحد نمرة اثنين الموقع المتميز موقع مصر احنا عارفين انه هو بيتوسط قرات العالم القديم اسيا واوروبا وافريقيا ده ساعد على ازدهار الحضارة المنقودة عندنا تالت حاجة المناخ المعتدل رابح حاجة وهي الموارد الطبعية المتنوعة احنا عارفين ان احنا عندنا موارد ممكن تكون زراعية ممكن تكون حيوانية ممكن تكون معدنية كل الموارد دي بتساعدني في ان انا اتقدم في مظاهر الحياة طيب غير تمام انسان محبا لوطنه حيث استطاع المصر القديم ان يستغل كل ما هيئه الله له في قيام الحضارة يبقى انا عرفت كده عندي كام عامل بيساعد على قيام الحضارة انه نهر النيل انه الموقع المتميز انه المناخ المعتدل قلنا انسان محبا لوطنه قلنا ايه كمان قلنا الموارد الطبيعية المتنوعة خلاص كده طيب نرجع لما رجوعنا تاني وهو الحياة السياسية يعني ايه حياة سياسية يعني نظام الحكم والادارة او نظام الحكم والسلطات المختلفة يعني ايه هنوضح في الجزئية اللي بعتيها يعني كانت الحياة السياسية عندي بتنقسم الى اكتر من طبقة طبعا الطبقة الاولى اللي هي بيكون الحكمة مين اللي كان بيحكم في الحياة المصرية القديمة كان الفرعون أو بن قصين الملك ثم بعده الوزير ثم حكام الأقاليم ثم الإدارات المركزية بالضبط بنشبهها زي موجود حياتنا الطبعية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي أول طبقة عندي هيبقى رئيس الجمهورية بعديه الوزراء اللي هو الوزير عندنا في الحياة المصرية القديمة ثم حكام الأقاليم اللي هو بمثابة المحافظين عندنا ثم الإدارات المحلية أو بالنسبة هنا الإدارات الإقليمية هنبصد كده يعني إيه حياة سياسية هي الحكم أو نظام الحكم والسلطات المختلفة الموجودة في المجتمع مهمتها إيه؟ إدارة شؤون البلاد والعلاقة التي تربط بين الحكام وأفراد المجتمع يعني فرعون كان بيتعامل إزاي مع بقية أطراف المجتمع أو بقية أفراد المجتمع فرعون بيتعامل إزاي مع الوزير الوزير بيتعامل إزاي مع حكام الأقاليم حكام الأقاليم بيتعامل إزاي مع الإدارات المركزية يعني إيه الحياة السياسية؟ يعني نظم الحكم والسلطات المختلفة الموجودة في المجتمع لإدارة شؤونه والعلاقات التي تربط بين الحكام وأفراد المجتمع طيب نجي بعد كده أنا عايزة أعرف إيه هي طبقات الحكم السياسي يعني أنا أعرف أني مثلا في الحياة الاجتماعية أني بيبقى عندي طبقة حكام أو محكومين عندي مثلا طبقة عليا ووسطة وصفلة أما في السياسة بتقسم إلى إيه؟ زي ما أنا لسأي له تقسم إلى أول واحد عندي فرعون ثم الوزير اللي هو بيتعين بواسطة الفرعون ثم حكام الأقاليم ثم الإدارات المركزية اللي احنا هنعرف أنواعها بعد شوية طيب أنا عايزة أعرف الفرعون وهمته إيه؟ ويطلق عليه إيه؟ يطلق عليه الملك المقدس الملك المقدس ليه؟ لأنه يجمع في يده السلطة الدينية والدنيوية لو تفتكروا كده لما قلت قبل كده لما جئ الملك أمنحطه بالرابع قال أنا عايز أغير العبادة بتاعتي إلى عبادة الإله أتون حصل إيه؟ صار عليه الكهنة قلت ليه في البداية؟ حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة إله واحد لكن نرجع لمين الكلام ده؟ من اللي متحكل في السلطة الدينية دي أو الأمور الدينية والدنيوية؟ هو الملك صاحب النفوذ المطلق يبقى لما جئ أقول على الملك هو الملك المقدس صاحب النفوذ المطلق يجب علينا طاعته ليه بقى؟ لأنه يجمع في يده السلطة الدينية والدنيوية طب إيه مهمته؟ حفظ الأمن إقامة العدل قيادة الجيش بالإضافة إلى تأمين وسائل الحياة الكلمة تاني إيه مهمة الفرعون؟ قيادة الجيش الجيش طبعا لازم أكبر طبقة أو أكبر أفراد موجودين في المجتمع هي اللي تقود الجيش ده إقامة العدل بين الناس تأمين وسائل الحياة الكلمة نيهي للوزير؟ الوزير اللي هو كانม يتعين بوساطة الملك أو الفرعون طب هوو كان بيبقى منين؟ إما أحد أبناء الأسرة الملكة lazy may be come up أحد أبناء الفرعون aggregいきます هو منيم? ي turkeyCpy theres من أحد أبناء الأسرة الملكة pavement أكبر أبناء الفرعون طب نهمته ايه؟ طبعا نتيجة كسرة الشؤون بتاعة الملك بدأ يختار حد يساعده في إدارة شؤون البلاد اختار مين؟ الوزير الوزير ده زي ما قلتلكم لازم يا إما بيكون أحد أبناء الأسرة الملكة إما أحد أبناء الفرعون طيب ليه مميزات وصفات؟ زي مثلا العلم، الأخلاق الحسنة، زي مثلا حسن السيرة، زي مثلا إقامة العدل برضو بل للناس، هنقول زي السيرة الحسنة، زي العلم، زي العدل، زي الخبرة الواسعة، زي حسن التصرف عرفت كده أنه هو بيعاون الملك في حكم البلاد وبيترقص الإدارة المركزية بيترقص الإدارة المركزية حكام الأقاليم طبعا نحن عارفين أن في البداية أن مصر كانت مقسمة إلى الأقاليم كان لكل إقليم حاكم كان لكل إقليم حاكم لكل حاكم دول أو كل حاكم من حكام الأقاليم كان ليه مهمة معينة زي مثلا خزن الغلال أو تخزين الغلال، زي مثلا حفظ الأمن، زي حفر الترع كان من مهمة حكام الأقاليم هنلاقي أن تحققت وحدة البلاد عارفت في مصر نظام الإدارة المحلية حيث كان لكل إقليم زي ما قلتلكم حاكم مستقيم طيب بعد تحقق وحدة البلاد أصبح حكام الأقاليم ده بيعاين بواسطة الملك يبقى الإدارة المركزية أو حكام الأقاليم ده مين اللي بيختارهم؟ الملك زي ما برضو بيختار الوزير خلاص كده لكن مين اللي بيترقص الإدارة المركزية هو الوزير يعني مين اللي بيحدد الإدارات وبيحدد مين اللي يشتغل فيها؟ الوزير طيب قلت مهمته إيه؟ حفر الترع، تخزين الغلال، حفظ الأمن الإدارة المركزية، اللي أنا قلت عليها آخر طبقة موجودة عندي في الحياة السياسية عندي بقى إدارة إيه؟ عندي إدارة الوسائق الملكية، دي معهمتها إيه؟ حفظ الوسائق أو المراسيم الرسمية التي يرسلها الفرعون إلى الوزير تختص بأموره مراسيم ملكية، ثم إدارة النسخ والمحفوظات، دي بتهتم بإيه؟ بالمحفوظات والرسائل برضو الموجودة عندي، حفظ الوسائق والمخطوطات أما الحقوق أو إدارة حقوق الحقول، دي كانت مهمتها إيه؟ شؤون الريب والزراعة تيجي الخزانة، دي مهمتها الموارد المالية أما القضائية أو القضاء، دي مهمتها الإشراف على المحفوظات، اسمها الإدارات المركزية نيجي بعد كده الآخر جزئية عندي في الدرس النهاردة وهي بعنوان الجيش والأسطول لازم أعرف إن المصر القديم لم يكن يميل إلى الحروب زي ما قلت لكم الكلام ده لو تفتكروا في مكان حدش بسود في الدولة الحديثة قلنا إنها لم تكن تميل إلى الحروب ولكن كانت تميل إلى الاستقرار والأمن نفس الكلام أقول إن المصر القديم كان يميل إلى الحياة الهادئة المستقرة التي تخلو من الإضطرابات والفوضى ولكن عندما فكر بعض الجزاء أن يطاردوا المصريين أو يطاردوا الحكم المصري فبدأ إنهم يفكروا إنهم يكونوا حاجة تأملهم الحياة الكريمة تبدأ تؤمن حدود الدولة، تبدأ تحميني من أي عدو تبدأ تساعدني في إن أنا أكون إمبراطورية إنت بدأوا يفكروا تكوين الجيش ده في الدولة الحديثة يبقى بدأ تكوين أو الجيش نظامه حديث في يد أو في عهد الدولة الحديثة لو تفتكروا كده رمسيس الثاني ورمسيس الثالث وتحاطمه الثالث كل دول قلنا خاضوا المعارب وقلنا من الدولة الحديثة دي كان يطلق عليها عصر المبد الحرب وتكوين الإمبراطوريات طيب هم كانوا يقولوا الكلام ده من خلال إيه؟ من خلال الجيش هنبص كده مع بعضين لم يكن المصريون دعاية إلى الحرب ما كانوش بيدعوا إلى الحرب أبدا لإن اهتمامهم أو كانوا يفضلون بالحياة الهادئة التي تسمح له بأن يتمتع بصمرة عمله لم يكن عند المصريين ما يدفعهم للقتال ما كانش فيه حاجة تدفعهم إلى القتال إلا بعد أن توردهم حياتكم مستقرة فوهبهم الله النين والجميع والخضراء على دفاعهم يبا بدأ نتيجة الاستقرار ده كله هو خلاص هو مش عايز يحارب ولكن نتيجة بدأ مطرد الجزاء والأعداء للبلاد بدأ أن هم يفكروا كلهم يكونوا جيش نظامي قلنا في عصر الدولة الحديثة أنشئ أول جيش نظامي مهمته إيه؟ هيؤمن حدود البلاد من الأخطار الخارجية هيحرر البلاد من المعتد دي كمان هيعمل إيه؟ تكوين إمبراطورية واسعة في مصر وبلاد الشام وبلاد الرافدين طب إيه أهم الأسلحة اللي كانت معاهم زي الرماح زي الخناجل زي الدرة نبص كده زي الرماح زي الأقواس والسهام زي الخناجل زي العجلات الحربية طبعاً ما إحنا قلنا بدأت في عهد أحمص لما بدأ يواجه الهكسوس وزي الدروة وزي الدروة نيجة الجزئية الثانية اللي هو القسطول القسطول ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سفن توجد فيه البحر مهمتها الدفاع عن سواحل مصر وموانيها تاني مهمة هذا الأسطول؟ حماية مصر وسواحلها وموانيها من خلال إيه؟ الأسطول الأسطول عبارة عن إيه؟ عدد من السفن المجهزة للحرب نبص كده؟ كمان ابتكر المصريين في الجيش ابتكروا قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا هنعمل القلاع والحصون عرفوا إن هم يقسموا الجيش إلى قلب وجناحين لو نفتكر من اللي قال الكلام دوت من نيوك الدولة الحديثة قلنا كمان إن هم عرفوا حرب المفاقجة والالتفاف حول العدو عرفوا ساحة القتال ألبسوا المقاتلين الملابس القصيرة ليسهل عليهم الحركة نبص كده ابتكرتهم كانت إيه؟ بنوا القلاع والحصون قسموا الجيش إلى قلب وجناحين أول من اختروا حرب المفاجأة والالتفاف حول العدو أول من درسوا ساحة القتال قبل بدء المعارب ألبسوا لجنود الملابس القصيرة ليه؟ لكي تمكنهم من الحركة أو سهولة الحركة أثناء القتال الأسطول إنه هو عدد من السفن المجهزة لصد المعتدين القادمين من جهة البر ولا البح من جهة البحر طيب تكون الأسطول الحربي لصد المعتدين القادمين من جهة البحار لدفاع عن سواحل مصر وموانيها الدفاع عن سواحل مصر وموانيها الدليل على كده إن إحنا استخدمنا الأسطول ده في عهد الملك رمسيس الثالث لما قلنا واجه شعوب البحر المتوسط لما جون برا من رفح وبر أو بحريا عن طريق مصب نهر النيل الهربي أهد عهد الملك رمسيس الثالث دارة المعارك البحرية التي شعوب البحر المتوسطة التي حاولت الدخول إلى مصر هبدأ أقول مجموعة أسئلة صوبنا تحته خط جمع الوزير في يده جميع السلطات الدينية والدنيوية هو كان الوزير ولا كان ملك؟ كان الملك أو الفرعون جمع فرعون في يده جميع السلطات الدينية والدنيوية نجئ أول جيش نظامه في عصر الدولة القديمة نفتكر كده الدولة القديمة لا ما كانش فيها حروب كتير الدولة الوسطى؟ لا كانش فيها حروب برضو عصر النجد الحربي اللي هو الدولة الحديثة لما بدأوا يعملوا معارك وحروب مع الدولة الأخرى زي مين في الدولة الحديثة؟ نقول كده مرشئ أول جيش نظامي في مصر في عصر الدولة الحديثة سئلة اللي بعديها نقول حدد الأصار الناتجة عن تفوق ونبوه بعض الكتبه في مصر الفرعونية نحن عارفين طبعا أنه بالنسبة لحكام الأقالين كان من اللي بيشتغل في المكان ده كان واحد اسمه الكاتب الكاتب ده كان بيرتقل بالمناصب العليا خاصة أنه من النابغين المتفوقين في الكتابة أو المتفوقين في المنصب ده لذلك كانوا بيرتقوا إلى المناصب العليا لأنهم كانوا من المتعلمين نبص كده أصبحوا يركون إلى المناصب العليا في الدولة يبقى إيه الأصار المترتبة على تفوق ونبوه بعض الكتبه في مصر الفرعونية أصبحوا يرتقون بالمناصب العليا لازم أعرف كده أنه كان بيتعين في المكان ده الناس اسموهم الكتبه الناس الكتبه ده كانوا بيختارهم من المتعلمين ويرتقون إلى المناصب العليا يبقى إيه الأصار المترتبة عليها لهم ارتقوا بالمناصب العليا وكده أكون وصلت إلى النهاية الدرسنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة